موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص في هذه الليلة نحن معكم من دارة الملك عبد العزيز من خلفنا أيضا مكتب مؤسس هذه البلاد الطاهرة جلالة المغفور لها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثرى في هذه الحلقة مشاهدين الكرام سوف نصلت الضوء على نقاط من تاريخ الدولة السعودية منذ بداية التأسيس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعا يسعدنا نرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة دكتور زهير الشهري عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمستشار في دارة الملك عبد العزيز حياك الله دكتور زهير حياكم الله بداية الرحب الجميع ونهن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد ونهن هذا الشعب العظيم بهذه الاحتفالية ونهنهم بهذا الوطن الكبير بكل ما فيه من إنسان ومن مكان ومن مقدسات وكل ما سطر في هذا المكان من تاريخ وأصالة وحضارة وتنمية وبناء وتحدى كل المراحل التاريخية أو التحديات التي أو واجهت هذه الدولة وهذا التاريخ العظيم دكتور زهير كما يعلم الجميع أن بداية العهد السعودي بدأ منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى ولكن في البداية دعنا نتحدث عن وضع شبه الجزيرة العربية فيما قبل الدولة السعودية الأولى حقيقة أنها من المراحل التاريخية التي تعد من الأمور المهمة التي يجب أن نعيها وننتقل مرحلة معرفتها إلى وعيها لأن هذه المرحلة التاريخية هي بمثابة تحديد التحول الذي حدث وتشخيص الواقع الذي وصلت إليه هذه البلاد عندما نحدد هذه المرحلة ونعرفها ونعيها نعرف قيمة المرحلة التاريخية والبناء التاريخي والحضارة التي تلها فقبيل قيام الدولة السعودية الأولى كانت الجزيرة العربية تعاني من فراغ سياسي كبير ومن تعدد للقوى السياسية المتناحرة والمتصارعة وتعدد للمؤسسات والقوى الصغيرة والكبيرة وذات الدوائر المتعددة الولاءات والمصالح لا من ناحية دول أو قوى خارجية لا من قوى داخلية لا من إمارات محلية لا من قبائل فالوصف التاريخي أو الوصف السياسي في ذلك الوقت والمؤسسة السياسية هي التي تحكمها وهي التي تؤثر على العملية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو أي منحة من هذه المنحة التي كانت فيها فأكبر شيء ممكن نقوله وبالذات في نجدة التي كانت منطلقة الدول السعودية الثلاث أنه كان هناك فراغ سياسي غائب لفترات طويلة من الزمن وهذا الفراغ السياسي دفع ثمنه أو دفع ثمنه الإنسان بوجود صراع الصراع هذا الدائل غياب أم الدائل غياب تعليم غياب صحة غياب كل الخدمات الإنسانية التي يمكن أن تقدم لهذا الإنسان هذا التعدد أو التشردم السياسي لم يكن هادئ في نفس الوقت كانت تتجاذب مصالح دولية تتجاذب مصالح خاصة لأقاليم أو إمارات متعددة في شرق البلاد أو غربها أو جنوبها أو شمالها أو وسطها يعني لو يستعرض أي قارئ للتاريخ تعدد هذه القوى سيجد مصالح كبيرة أيضا الوجود العثماني في تلك المرحلة قبيل الدولة السعودية الأولى التي كان يحكم أغلب العالم العربي كانت نجد بعيدة أو مهمشة عن تقديم الخدمة أو الحكم الباني الذي يبني مؤسساتها أو يبني مهمشة هذه الدولة لا أود إلى ذلك أنها قامت في نجد دون أن يكون هناك أي ردة فعل عثمانية مباشرة أمام هذه الدولة فكان الإنسان أو المكان يحتاج إلى مؤسسة ويقول مؤسسة بمعنى الكلمة أو تجربة أو خطوة تستفز هذه المرحلة التاريخية تستفزها فقط وتستفز الإنسان وتبني مؤسسة قادمة وهذا الذي تم ونحن أمام احتفالية تسعة أو ثمانين سنة لا يمكن أن نفصل تلك المرحلة عن هذه الاحتفالية الحالية نعم دكتور زهير تحدثنا عن الوضع أنه كان هناك ضياع سياسي في شبه الجزيرة العربية صحيح لكن أيضا لو نتحدث عن الوضع الثقافي والديني للمجتمع كيف كان؟ في ظل غياب المؤسس السياسية في ظل غياب الوحدة السياسية أي أن كانت قديما أو حاضرا ستتضرر كل المجالات الأخرى لا من ناحية اقتصادية ولا من ناحية اجتماعية ولا من ناحية ثقافية وأي أن كانت هذه الخدمة فتأتي إلى النحل الاقتصادية تجد الإنسان هو الذي هو الاقتصاد الرائع العادي الذي يقوم به زراعة ورعي من بيئة و هو تجارة خفيفة جدا على مستوى المرحلة و على مستوى الخدمة الموجودة البسيطة جدا نصح التعبير أضف إلى ذلك أن المجتمع يعيش بسبب الوجود التفكه السياسي سيكون هناك دوائر اجتماعية أخرى بسبب هذا الشيء رغم أن الإنسان وهذه نقطة مهمة الإنسان في تلك المرحلة تعامل مع المرحلة بقيم قيم دينية قيم إنسانية قيم تعامل احترام الجار تقدير المرأة احترام المجتمع خدمة مجتمع هناك عراف هناك تقاليد هناك تعاون هناك كل هذه القيم لا نهمشها عندما نقول أن هناك تفكه سياسي فهناك المجال الاجتماعي يمكن نقول أنه بسبب عدم وجود الدولة أو المؤسسة السياسية غابة تعليم زادت الأمراض الجهل المعرفي إن صح التعبير ولكن القيم الأخرى أو الذكاء أو الذهنية المتفتحة أو التعامل مع ظروف المرحلة الإنسان وقيامه تجد هناك قيم عالية جدا كان يكتنزها الإنسان لكن هناك تحديات اجتماعية كل هذا بسبب غياب الوحدة السياسية نعم عدد ما شئت من المشاكل بسبب غياب الوحدة السياسية التناحر القبلي غاب الأمن تتعدد المصالح تتشابك بسبب الفقر بسبب الجهل تأتيك المشاكل الأخرى اجتماعيا أو سياسيا وتصنع لك مشاكل متعددة وعدم استقرار وتجذر لهذه المشاكل بشكل أكبر جميل إذن دكتور زهير يعني بعد هذا الوضع الذي كان في شبه الجزيرة العربية دعنا نتحدث عن قيام الدولة السعودية الأولى على يد المؤسس هذه الدولة الإمام محمد بن سعود كيف تم الاتفاق على تأسيس هذه الدولة وبناء دولة بمعنى دولة تجمع هذا الشتات تحت راية واحدة وقيادة واحدة ممثلة في الإمام محمد بن سعود في ظل تشردم السياسي وغياب الوحدة بكل ما رشح عنها من مشاكل وتحديات كبيرة جدا يمكن نقول أن الفراغ السياسي الطويل يعني قرون من الزمن قرون من الزمن لم يوجد دولة بالذات في نجد أو وحدة سياسية توحد هذه البلاد فأن تتبنى قيام دولة جديد هذا تحدي كبير وتحدي هائل جدا فكان اللقاء التاريخي بين الشيخ محمد بن عبدالهاب والإمام محمد بن سعود عام 1157 في الدرعية وهدفه واضح هو إقامة دولة أو مؤسسة أنصح التعبير تستطيع أن تعالج هذه المشاكل لا من الناحية الدينية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو ما أشيط فكان هذا يمثل مرحلة تاريخية أو تأسيسية للدولة السعودية هذا اللقاء بأهدافه وبكل ما نجم عن هذا اللقاء من مراحل ثلاثة من توحيد نجد ثم توحيد أغلى مناطق الجزيرة العربية الموجودة حاليا بتعاقب إما آخرين الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود ثم الإمام سعود بن عبدالعزيز ثم الإمام عبدالله بن سعود وبكل ما حاوته تلك المرحلة من بناء سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو علاقات دولية أو مواجهات سياسية أو عسكرية أو فكرية كانت تمثل مرحلة تأسيسية أو دور أول تلاه قيام الدولة السعودية الثانية ثم الثالثة والتحديات جمّة وكبيرة جدا منها العسكرية تحديات الاقتصادية تحديات الثقافية قوى خارجية قوى داخلية استطاعت هذه الدولة بأهدافها بأهدافها المقنعة يعني بعض القوى التي كانت في الجزيرة العربية اقتنعت بهذه الأهداف وتبنتها وأصبحت تدافع وتنافع عنها في مناطقها بما يوازي القوى السعودية التي أسست فأصبح هناك تبني لهذا الشيء رغم وجود قوى أخرى كذلك تقاوم هذه الدولة لكن استطاعت وهذا هو والأهم والرسالة التي نود أن نوصلها أن توجد وحدة أو تجربة وحدوية أولى تجربة وحدوية أولى في العصر الحديث تجربة وحدوية أولى في العصر الحديث يبنى عليها وتراكمت تراكمت بناء على هذه التجربة دول أخرى وتجارب سياسية واقتصادية وتنموية وإدارية نصل إلى الآن لو أتيت إلى رؤية عشرين ثلاثين التي نفرح بها ونتبناها هي مبنية على قاعدة وهي خبرة تراكمية يجب أن نحتفل ونحتفي بكل هذه الخطوات البنائية أنصح التعبير حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي أتمنى أن لا نفصل ولا مرحلة تاريخية منها لأنها ببناء هذا الإنسان وبجهده وبجهد قيادة سابقة ولاحقة صانتها وحققتها ووصلنا إلى هذا المجد الذي نحتفل به جميل جدا إذن دكتور زهير دعني أستاذنك وأيضا لأخوة المشاهدين في فاصم قصير ثم نعود لنستكمل هذا اللقاء حياكم الله مشاهدين الكرام مرة أخرى في اللقاء خاص والذي نصدي فيه الدكتور زهير الشهري عميد كلية العلومة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمستشار بدارة الملك عبد العزيز نتحدث فيها عن تاريخ الدولة السعودية توقفنا قبل قليل دكتور زهير عند المشهد الداخلي للدولة السعودية الأولى كيف كان وكيف كان المجتمع الآن نستكمل دكتور زهير في الوضع الخارجي للدولة السعودية الأولى كيف كان تأثير هذه الدولة على دول الجوار من ناحية الوضع السياسي أيضا الوضع الاجتماعي ما بين المجتمع في شبل جزيرة والمجتمع في الدول المجاورة صنعت الدولة السعودية الأولى النموذج كما ذكرنا ووضعت البنى الأساسية والأهداف والمبادئ وفي ظل استبداد الدولة العثمانية وحربها سقطت الدولة السعودية الأولى وقامت الدولة السعودية الثانية بعدها بفترة بسيطة أو بسنوات قليلة حتى بين الفترة الدولة السعودية الأولى والثانية كانت فيه محاولات لإقامة الدولة السعودية الثانية وهذه المحاولات تعطينا فكرة أن هناك قناعات وإيمان بضرورة الاستقلال بضرورة إقامة دولة بضرورة أن يقوم أبناء الدولة بها أن هذه المؤسسة والتجربة ناجحة بكل معنى الكلمة أيضا قبول المجتمع لهذه التجربة السابقة في عهد الدولة السعودية الأولى صحيح وليس من الأسرة السعودية فقط وهذه نقطة مهمة جدا المجتمع نفسه هو الذي يتفاعل ويقاوم بطبيعة البيئة وأنفتها ورغبتها أن تحكم نفسها وتدير حياتها وتحقق مصالحها بذاتها فلم تذهب فترة طويلة حتى قام الإمام تركي بن عبد الله ويقام الدولة السعودية الثاني عام 1240 وتولى بعده ابن فيصل بن تركي على مرحلتين وبعد ذلك انتهت الدولة عام 1309 وبعد ذلك بدأت مرحلة جديدة الدولة السعودية الثانية تمثل جسر مهم في استمرار هذه الدولة ليس كمؤسسة فقط بأهدافها بتجربتها بالمعاني والقيم التي رسختها الدولة السعودية الأولى وراكمتها الدولة السعودية الثانية حتى تصل الراية إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة ملك عبد العزيز رحمه دكتور زهير في الدولة السعودية الثانية كيف كانت مرحلة البناء والنهضة؟ الدولة السعودية الأولى كما ذكرتنا أسست وأيضا تفاعلت مع دول الجوار وكان هناك ترتيب وتعليم بحسب الإمكانات التي كانت موجودة الدولة السعودية الثانية كيف كان النهضة التعليم؟ أيضا التفاعل مع دول الجوار؟ الدولة السعودية الثانية واجهت تحديات كثيرة أكثر من الدولة السعودية الأولى ولم تتسع الاتسع الذي قامت به الدولة السعودية الأولى لكنها أيضا حملت تجربة أيضا سياسية وتجربة إدارية لا من ناحيةها التعليمية ولا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية السياسية فأصبح هناك اتصال مع الخارج خاصة في الخليج العربي اتصال مع الدول بريطانيا في الخليج العربي فأصبح هناك تراكم للتجربة تراكم للتجربة في الدولة السعودية الثانية متن هذه التجربة وجعل الملك عبد العزيز الذي أتى بعد ذلك يحمل تجربة متنوعة تجربة ثرية أكثر وضفها بشكل دقيق لبناء المرحلة الثالثة أو الدور الثالثة من هذه الدولة نعم دكتور زهير الآن ننتقل إلى عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن على السعود طيب الله تراه بعد سقوط الدولة السعودية الثانية اتجه الملك عبد العزيز إلى دولة الكويت من هناك بدأ التخطيط لإعادة ملك الأجداد وأيضا للسمرار في الدولة السعودية الثالثة كيف كان بداية تأسيس الدولة وأيضا جمع كلمة الناس خصوصا كما ذكرنا المجتمع لديه تجربتين سابقة من الدولة السعودية الأولى والثانية وكانت أيضا متقبلة للتجربة السعودية المجتمع لماذا قبل التجربة السعودية وتجربة الأسرة السعودية في قيادة الدولة السعودية الأولى والثانية ثم الثالثة لأن المجتمع شعر باحتياجه للتجربة هذا أمر مهم جدا القرونة التي مرت بلا تجربة سياسية وبالتشردم وتعدد القوى وغير ذلك جعلت حتى الأمثال الشعبية والأشعار تنتقد تلك المرحلة بكل ما فيها فما بالك بهذه التجربة الوحدوية الأمر الثاني أن الدولة السعودية الأولى والأسرة السعودية قدمت قيم وأهداف معينة تريد أن تحققها الجميع ليس الأسرة وحدها وهذا الذي تحقق كلما كان لديك أهداف ستصل للقريب وتصل للبعيد ونحن هنا عندما نتحدث لا نريد أن نقدم للمشاهد سر التاريخ ولكن نقدم له قيم هذه الدولة ولماذا هذا الشيء تم وهذا الواجب الذي نريد أن نقدمه السر التاريخي قد يكون الجميع قرأوا في الكتب لكن نتحدث عن قبول المجتمع والإنسان في جبل الجزيرة العربية لهذه التجربة جميل القابلية لماذا قابلة؟ كما ذكرنا لأن التجربة ناجحة بكل معنى الكلمة مع الدولة السعودية الأولى ومع الدولة السعودية الثانية أن هنا قيم تريد أن تحققها الدولة الدين المتجدر في هذه المنطقة أو في هذه البلدة أو في هذه البلاد وبالذات في نجد وجد خدمة هذا جعلت الإنسان أيضا يتوقي لهذا الشيء ويتفاعل معه التفاعل والمبادرة من الإنسان أن يتفاعل معه هذا الشيء حتى الملك عبد العزيز عندما قدمه الكويت عام 1319 وجد التفاف ودعوة التفاف حوله وتعاضد ومشاركة مشاركة وتفاعل لأنه يشعر يشعر الإنسان بأن هناك مشروع قادم يخدم هذا الكثير الذي يسأل أنه على هذه المساحة الشاسعة كيف استطاع الملك عبد العزيز رحمة الله عليه من لم شمل هذه القبائل وأيضا توحيد هذه البقعة الكبيرة أسمح لأقولك أن هناك في كل مناسبة يوم وطني نردد مثل هذا الكلام لكن أنا أقول سؤال وأعلن أهل المشاهد وأعلنها الجميع ما هو البديل لو لم يكن مثل هذه الدولة في ظل هذا التعدد من القوى والسياسية والمصالح الخارجية أعطني بديل أو خيار آخر متوقع أو سيناريوهات أخرى أفضل السيناريوهات التي أرادها الله سبحانه وتعالى من وجهة نظري مثل هذه التجربة الوحدوية الكاملة لهذه البلاد أحيانا نحتاج أن نفكر تفكير آخر حتى نوصل المعلومة لنا والأجيال القادمة لأن المراحل العمرية التي أتت أعطني سيناريوه آخر غير هذه الوحدة نريد السيناريوهات الأخرى يكون هناك قوة في الشمال وقوة في الغرب وقوة في الشرق تفكك وحدوي لو لم نؤمن بهذه التجربة ونقتنع ونصدق مع أنفسنا قبل أن نصدق مع الآخرين أو نصدق مع المشاهد فهذه التجربة واضح أن هناك قيم لا نقول أن الدولة ملائكية ولا المجتمع ملائكي لكن هناك تجربة ناجحة وتجربة من أفضل التجارب الوحدوية في العالم في العصر الحديث إذا أتينا وشخصنا بشكل دقيق فأصبح التفاف مع هذا القائد الذي وظف التاريخ واستفاد من هذه التجربة السياسية لآباء وأجداد واستفاد من هذه المرحلة ومن هذه القيم ورسخها في بناء هذه الوحدة التي نضجت مع هذه التجربة وهذا التراكم الخبرة نضجت هذه التجربة حتى قدم لنا دولة بكل الرجال الذين معه وبكل الإنسان في هذه البلاد الذي شارك في هذه الوحدة التي ننعم بخيرات لا تحصى ولا تعد نعم طيب دكتور زهير ما هي أبرد صفات شخصية الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه والتي ورثها أيضا لأبنائه من بعده الملك سعود فيصل خالد فهد أبد الله إلى أن وصلنا إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والله إذا أتيت تعدد صفات تجد حدث ولا حرج مع الأمثلة والنماذج التاريخية منها الشجاعة منها التدين منها الاستفادة من التاريخ المبادرة الذكاء الدهاء الحنكة كل هذه الصفات كانت في ملك عبدالعزيز أنا أشدد مع شجاعته ومبادرته وتفاعله على استفادته من التاريخ بصفة أنه في يوم تاريخي ونحتفل بهذا التاريخ بمعنى أن كل مرحلة أو نقطة أو مفصل تاريخي تم في عهد الدولة السعودية والثاني استفاد منه إجابا أو سلبا إذا كان إجابي أو سلبيا استفاد منه ووضفه لمصلحته أيضا إلى مكوناته الفطرية أو صفاته الفطرية من الأسرة في بيت حاكم ومن سلاله عاشت تجربة سياسية وعاشت تجربة طويلة جدا وعاشت قيم وكل هذه كونت هذه الشخصية فهذه التجربة الطويلة حتى في آخر عهد الدولة السعودية الثانية مع والده عاش تجربة ومراحل في صراعات تمت في آخر عهد هذه الدولة استفاد من كل هذه التجربة ثم أقام في الكويت فترة طويلة أطل على العالم أطل على العالم بتجربتها السياسية بتجربتها الاقتصادية هذا العالم والإعلامية والدبلوماسية مع كل هذه الإمكانات الشخصية فتقت ذهنه وشخصيته إلى هذا العالم فأصبح هناك تجربة مليئة وثرية في الداخل مع معرفته بهذا العالم من حوله صنعت لنا شخصية متوازنة شخصية متوازنة تستطيع أن تدير الحدث وتدير المرحلة فكان دخول الرياض ثم بدأ التجربة الوحدوية بكل ما فيها من صراعات وكل فيها من مواقف ومن حالات سياسية وعسكرية وإدارية استطاع أن يبلور كل هذه التفاعلات ويوجد دولة موحدة ويواجه كل التحديات أي أن كانت التحديات هذه التجارب جميعها ورثها إلى أبنائهم من بعده وهذا التاريخ اتصال التاريخ اتصال وبالذات الدولة السعودية تجد أن هناك مرونة تبات على المواقف والمبادئ والقيم وفي مرونة وتكيف مع الحالات يعني لن يبقى التاريخ ولن تبقى الحالات بنفس المراحل والقوى الخارجية والمصالح بالذات في البيئة ومنطقتنا منطقة الشرق الأوسط معقدة بتركيباتها السياسية والعسكرية وهذا أمر مهم لدينا بيئة سياسية معقدة يجب أن نتشبث بهذه الوحدة وهذا الأمن بكل ما نملك وهذا الذي أوجد متانة وأوجد بنية للدولة بنية سياسية وعسكرية واقتصادية تستطيع أن توجد مصادات لكل هذه التحدات الذي حولنا مع وجود هذه الأسس وهذا التوريث الإيجابي في الأسرة الحاكمة والاستمرار والثبات على المواقف والحالات والمبادئ مع المرونة والتكيف مع كل مستجدات وهذا الذي يتم نعم دكتور زهير أستاذ نكو أيضا لأخو المشاهدين في فاصل قصير نعود لنا نستكمل آخر جزء من هذا اللقاء أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في الجزء الأخير من هذا اللقاء الخاص والذي نستعرض فيه تاريخ الدولة السعودية منذ بداية التأسيس إلى عصرنا الحديث دكتور زهير وصلنا إلى عصرنا الحديث ونحن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله نحن نعيش في نهضة كبيرة جدا في كافة الجوالب هذه النحطة كما ذكرت أنه أتت تراكمية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى كيف تصف عصرنا الحديث وارتباطه بالتاريخ والسرد الذي ذكرناه منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى أشدد على أن التجربة التاريخية السياسية تنمو من ناحية القوة تنمو من حيث التوريث تنمو أو تتشبث بالقيامها ومبادئها الأساسية لو تجد أن الملك عبد العزيز وضع الأساسيات وكل ملك مملوك المملكة مرت البلد بظروف معين تكيف مع هذه الظروف تجد في عهد الملك سعود حروب عربية وبداية نواحي إدارية في الدولة وتعليم البنات واجتازت الدولة هذه المرحلة بتفوق نجد في عهد الملك فيصل أيضا مرحلة بظروفها وحروب وصراع وحرب النفط وغيرها تجد في عهد الملك خالد أيضا مرحلة تنموية وخطة تنموية بكل ما فيها كذلك عهد الملك فهد رحمهم الله جميعا استمرار تنموي ومراحل سياسية إقليمية ومحلية واجتياز بتفوق كذلك في عهد الملك عبد الله ومصاحبه في عهد الملك سلمان أيضا دخلت الدولة مرحلة تحول كبير يدل على أن هناك قدرة على مواجهة التحديات القادمة الدولة فيها مرونة مع وجود تحول عالمي في شتى المجالات حتى مرحلة الاستغناء عن النفط نسمع الأرقام ونسمع السنين المتبقية لكن الدولة بدأت تشعر بهذه المرحلة وتتكيف مع القادم فبمؤسساتها المختلفة أيضا الإنسان السعودي استطاع أن يتكيف ويتواكب وهذه نقطة مهمة جدا بمعنى أنها ليست المؤسسة السياسية لوحدها تتفاعل هناك مؤسسة سياسية تقدم الخطط تقدم الرؤى وهناك أيضا الإنسان في هذه البلاد يقدر هذه الدولة ويتفاعل معها لو تجد كمثال سوق العمل والتفاعل معها من الشباب السعودي شيء مبهج وغير عادي وهذا دليل وأركز وأعيد وأثني عليه أن الشخصية السعودية يجب أن نستثمر فيها فهي متميزة بشكل كبير جدا الابتعاث الموجود في الخارج الأعداد مئات الآلاف الموجودين خارج المملكة الذين أتوا وأصبحوا طاقات شبابية تريد أن تنهض بالبلد وتقدم أنا أريد تحليل المحتوى الموجود في تويتر من تفاعل الشباب السعودي مع الدولة ومع خطواتها تجد تفاعل غير عادي تفاعل مستقل وهذا ما حقق لهذه الخطط التي رسمتها الدولة بقيادة خدم الحرمين الشريفين السمول العاد إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مدة قصيرة لأن خطوات الدولة ثابتة أهدافها واضحة الثقة في الدولة وقيادتها كبيرة جدا فجدد تفاعل التلقائي أو العفوي هذه لا أقول لك أن لا يوجد من يغرد أو من يعادي لأسباب أو لمصالح الكل يعرفها ويدركها لكن بإمكان أي إنسان عاد يرى التفاعل التلقائي وهذا الذي أنا أشدد عليه أن هناك تعاضد كبير جدا ومتين بين الدولة والمؤسسة لأن في ثقة لأن في أهداف واضحة لأن في خطط تريد مصلحة الإنسان هناك ثقة عندما يكون هناك صدق سيصل لهذا الإنسان فأصبح هناك تفاعل تلقائي وأصبح فيه دولة التحديات كبيرة ولا نقول أن هناك أيضا لا يوجد قصور في جوانب معينة لا نريد أن نصنع ملائكية أو مملكة أفلاطونية لكن مثالية بكل هذه التحديات الموجودة نحن في حدائق وحولنا حرائق وأجهدد على أن البيئة السياسية المحيطة بنا لا تساعد على وجود مثل هذه المثالية وهذه الدولة وهذه النحظة وهذا النمو النمو مع حروب وصراعات وغيرها وهذا الذي يجعلنا نحتفل في هذا العيد احتفالية خاصة وتهنئة خاصة ودعوات صادقة من الجميع بإذن الله أن يصنع هذه البلاد وقيادتها وشعبها دكتور زهير يعني سمو ولي العهد أو خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة خادم الحرمين وضع خطة والتي يطلق عليها رؤية المملكة 20-30 هذه الرؤية التي نحن الآن نعيش بداياتها ولكن حصدنا الثمار مبكرا في كثير من الجوانب التي تأتي ضمن هذه الرؤية لو تحدثنا عن هذه الرؤية وأيضا الطموحات للحكومة وأيضا للشعب السعودي من خلال هذه الرؤية كل اللي نتكلم عليه تاريخ وذكرنا في أكثر من كلمة أنها اتصال التاريخ اتصال وأتمنى أن نتمسك بهذه الكلمة الرؤية هذه متصلة بأسس متصلة باتفاق الدرعية وما بعده تماما هي خبرة تراكمية تامة ما هو الجمال في الرؤية؟ أنا لا أريد أن أدخل في أرقام الاقتصادية وغيرها فأنا لست متخصصا أنا يهمني في هذا الشي أن أي دولة تريد أن تتحول وتحقق خطط جديدة تواجه تحديات هائلة جدا ومقاومة غير عادية تمهد لهذا التحول ولهذه الرؤى وهذه الخطط فترة وتجد أحزاب وتجد منازعات وتجد تضاد كبير جدا لكن لدينا تجد تفاعل هائل جدا مع هذه الرؤية التوظيف الحكومي أن القطاع الخاص هو الذي يستوعب هذا التوظيف الحكومي يتفاعل أنه يشعر بالمرحلة يشعر بالتحول يعز الثقة تجد الكل يتفاعل مع هذا الشيء وأيضا الدولة لن يبنيها إلا أبنائها تماما فإذا هناك في ثقة أنا يهمني هذه القيام ثقة في مسؤولية في تفاعل إذا نستطيع أن نصل ونحقق وأتمنى أن نرى رؤية نفكر من الآن في رؤية ما بعد 23 بإذن الله جميل جدا باختصار المملكة من خلالها على التاريخ أصبح لها حضور سياسي كبير جدا ومؤثر كيف تحقق هذا الحضور الكبير والمؤثر على مستوى العالم؟ الحضور هذا نتيجة مقومة مقومة أن لديك مؤسس سياسية صادقة ولديها أجندة سياسية واضحة وموثوق بها عالميا لأنها هي من المؤسسة المنظمات الدولية لا تجد لديها مشاريع سياسية خاصة أو مشاريع سياسية فكرية أو مشاريع سياسية لإقتصادها هي دولة ذات مصداقية سياسية دولة لديها المقدسات وهذا أمر مهم جدا ومسؤولية على المملكة العربية السعودية وتشعر بهذه المسؤولية وتطبقها لديها اقتصاد قوي لديها موقع في قلب العالم القديم وفي قلب العالم الحديث أيضا هذا الموقع يعطيها قوة كبيرة جدا استراتيجية ويساعدها على أن تكون عاملا في الصون الأمن العالمي وليس الصون الأمن القليمي فقط فكل هذه مقومات كبيرة جدا تزيد ثقتنا نحن أكثر وتزيد متانة هذه الدولة والتراكم الكبير هذا يصنع أيضا أفق أوسع بإذن الله على مستوى العالم نعم إذن مشاهدين الكرام وصلنا وياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص والذي جمعنا بالدكتور زهير الشهري عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بالسعود الإسلامية والمستشار في دارة الملك عبد العزيز سردنا من خلاله هذا التاريخ للدولة السعودية الذي امتد إلى قرابة 300 عام ووصلنا إلى هذا العصر الزاهر والذي ننعم فيه بالأمن والأمان والتطور والنماء نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان والصحة والعافية وأن يحفظ لنا حكومتنا وقيادتنا الرشيدة شكرا لكم وفي أمال الله اشتركوا في القناة